أبطال أوروبا يصطدمون في دور 16 ناري كالعادة يعني مباريات حقيقة ممتعة قوي قرأة دول أبطال النهاردة وقعت ليفربول قدام الريال في نسخة مكررة بالنهاء الموسم الماضي وباريس اللي بيحاول الموسم ده يلاقي اللقب لقى نفسه فجأة قدام الكبير بايرن ميونيك وميلان اللي بيسعى أنه يستعيد أمجاد الماضي هيبقى عنده مواجهة مش سهلة قدام توتنهام بس الأمور بالنسبة للسيتي ونابوليو إنتر ممكن تكون أسهل شوية من تشيلس اللي هيواجه دورتمون مواجهات حلوة وكبيرة وممتعة نستنعها بعد التنبيه يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أجريت قرعة دوري 16 من دوري أبطال أوروبا قرعة نارية مواجهة أولى كبيرة هتجمع ليفربول بريال مدريد بنسخة مكررة من نهائي الموسم الماضي محمد صلاح مرة أخرى قدام ريال مدريد ومانشستر سيتي هيواجه لايبزيك الألماني في مواجهة مش سهلة قوي على مانشستر سيتي عشان لايبزيك عامل موسم حلو قوي بنفيكا كمان اللي عامل موسم كبير هيواجه كلوب بروش وإيسي ميلا بطل إيطاليا الكبير واحد من كبار دوري أبطال أوروبا هيواجه توتنهام انتراكت فرانكفورت هيواجه نابولي أفضل فرق أوروبا هذا الموسم مع مانشستر سيتي نابولي عامل موسم خرافي بصراحة فالله يكون فعون الفريق الألماني بروش دورتموند بقى ألماني آخر هيواجه شيلسي شيلسي اللي بيمر بحالة صعبة جدا في الدوري بعد رحيل توماس طوخل هيواجه دورتموند اللي برضو فاي في الدوري الألماني وينتر ميلا هيواجه بورتو ومواجهة كبيرة كبيرة جدا تجمع باريس سان جرمان مع بايرن ميونيخ مواجهات كبيرة ورائعة البطولة السنة دي بقى بطولة اليوروبا ليج هي بطولة كبيرة أيضا مثلها مثل بطولة دوري أبطال أوروبا فرق كبيرة هبطت للدوري الأوروبي مع فرق كبيرة أخرى أوريدي كانت موجودة في الدوري الأوروبي عشان كده قراءة دوري 16 من الدوري الأوروبي شفنا فيها مواجهات كبيرة أول هذه المواجهات الكبيرة هي مواجهة تجمع بارشلونة مع منشستان يونيتد عشان يعود مرة أخرى كريستيانو رونالدو إلى الكام نو ياما احتفل على هذا الملعب الكبير ملعب بارشلونة وننت بقيادة مصطفى محمد عنده مواجهة في منطقة القوة مواجهة كبيرة جدا أمام الكبير يوفينتوس الإيطالي وسبورتينشبونة في مواجهة مع ميتلند الدنماركي اللي عامل موسم حلو في دوري أبطال أوروبا وشكتار الأوكراني هيواجه رين الفرنسي آيكس هيواجه يونيو برليني الألماني أحد أفضل فرق ألمانيا هذا الموسم اللي لسه فقد الصدارة مؤخرا في الأسبوع الأخير لصالح باير ميونيخ وبايل ليفاركوزن هيواجه موناكو وأشبلية هيواجه إندهوفن إندهوفن كمان عامل موسم جيد جدا في الدوري الهولندي وإس روما بقيادة جوزي مورينيو هيواجه سالسبورج النمساوي كل ده في اليوروبا ليج طيب أنا بحاول أجري بس مع حضراتكم هنتكلم كثيرا كثيرا عن هذه القرى قرى الدورة بطال أوروبا وأيضا اليوروبا ليج مع محمد عبدالوهاب ومحمود شاكل في الفقهة الأخيرة النهاردة من رقم 10 بس عشان نستقبل ضفنة الكبير سريعا دكتور جمال محمد علي هقول لكم بس خبر مهم جدا منتخب مصر أعلن منذ رحظات استبعاد محمود متولي مدافع المنتخب ومدافع النادي الأهلي بسبب إصابة بشد فيه الخلفية وعادة محمود متولي يعاني وحظه وحش من الآخر يعني حظه وحش استبعته كثيرة تقلق كبير جدا منذ بداية الموسم اعتماد كل عليه في خط الدفاع من مرسل كولر مع محمد عبد المنعم فيه النادي الأهلي لكن لسوء حظه وهو يعود لمنتخب مصر يصاب ويجيله الشد في الخلفية ربنا يا رب يرجعه سريعا ويرجع سليم معافى بإذن الله ويكمل مسيرة جيدة جدا بدأها منذ بداية الموسم مباشرة هنروح إلى ضفنا العزيز العزيز اليوم دكتور جمال محمد علي نتحدث معه في كثير من الأمور الهمة اللي بتخص كرة القدم دكتور جمال محمد علي رئيس لجنة المدربين بالتحاد الكرة معانا بعد هذا الفاصل خليكم موسيقى يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفنا ونوارنا في هذه الفقرة ضيف عزيز جدا دايما الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالتحاد الكرة المصري دكتور جمال مشرف ومنوار مشرف وجودي مع حضراتكم ومع قصة البرنامج العظيم ومع القناة الأولى اللي احنا بنشرف بيها على مستوى مصر وعلى مستوى العالم بالكامل أشكرك يا فندم منوارنا أسألك سؤال بعيد شوية عن إطار عملك حاليا في اتحاد الكرة العمل الإداري ألطف وأحسن ولا ترجع التدريب أحسن يقع حشك إيه أكثر التدريب متعة طبعا لكن يمكن دايما في تطور الدوافع لأي فرد وتطور الطموحات لأي فرد بعد ما بينتهي بفترة معينة من فترات العمل اللاعب أو مدرب وبعدين بتصل في التدريب مثلا اللي أعلم وستوى أنك أنت بتشتغل في منتخب المنتخبات المصرية صحيح لما بتجي يعني تعتزل التدريب أو تبطل التدريب فيبدأ تاخد كل الخبرات الفنية دي وتبدأ تتحول إلى الجانب الإداري ملصاقة طبعا بالجانب الفني فبتبع عندك الطموح أنك أنت الخبرات اللي مريت بيها كلعيب كمدرب كحكم كإداري إزاي الخبرات دي تنقلها للآخرين صحيح وإزاي المشاكل اللي أنت وجهتها اللي وجهتك طوال في مسيرتك الحياتية دي إزاي تقدر تعالجها وفي نفس الوقت مريت بخبرات معينة محتاجة أنها تسقل أو محتاجة أنها يعني تورس للآخرين اللي هو بنسميها الإرس الرياضي الإرس الرياضي فدي من الحاجات المهمة جدا في عملية الطموح للإنسان ودوافعه والانتماء للمكان هو اللي بيخليك أنك أنت دايما بتسعى أنك أنت تقدم الأفضل والمقدرة تشتحققه بتسعى أنه الآخرين يقدروا يوصلوله ويقدروا حققه الفترة اللي فاتت دي كلها في العمل الإداري محدش خبط على بابك وقال لك ما دكتور ما تيجي ترجع التدريب والله حصل حصل بالفعل يعني حصل بالفعل كان في أحد الأندية الكبيرة كان يتكلموا معايا أن أنا يعني أرتبط مع النادي أن أنا مسك منظومة كرة القدم بالكامل يمكن حصلت مرتين ولكن أن أنا فضلت طبعا مع وجود الاتحاد المصر كرة القدم لما طلبني مجلس الإدارة اللي أنا بقدم لهم جاء عظيم الشكر على السيقة الغالية لما يكلموني طبعا ما كانش ينفع أن أنا أروح نادي وأسيب حاجة خاصة باتحاد كرة القدم طبعا على مستوى التدريب إيه المباراة اللي أنت تتذكرها حتى هذه اللحظة اللي بتحطها كده في برواز عندك في البيوت والمباراة والله أكتر يعني اسمح لي حاجة مع المنتخب وحاجة مع الأندية كانت في حاجة مع الأندية طبعا مباراتين شهيراتين وربعات كانت مباراة أسمنتا السوط والزمالك المباراة أسمنتا السوط والزمالك اللي كانت في أسوطه كانت دي أول مباراة في تاريخ محافظة السوط رسمية تقام في الدور الممتاز على أرض السوط لأن أسمنتا السوط لما صعدنا به للدور الممتاز كانت أول مرة في تاريخه في 2005 يصعد فريق من محافظة السوط في الدور الممتاز يعني كانت كل المحافظات صعدت سواء الإنة ولا أسوان ولا المينيا ولا بني سويف كل اللعب دوره ممتاز معنا أسيوت فلما صعدنا كان فيه تاني ماتش رسمي لينا الماتش الأول كان بلدت المحلة في الخارج تاني ماتش لينا مع الزمالك في أسيوت فكانت جماهير طبعا أسيوت متعطشة زي تشوف فريق الزمالك بيلعب مباراة رسمية في أسيوت اللعب قبلها ضد المينيا في أسيوت ولكن كفريق من أسيوت ما كانش حصل قبل كده في تاريخ محافظة أسيوت والماتش ده انتهى واحد واحد كان الاحتفال الجماهير احتفال عظيم جدا لدرجة أنا كنت ساب العربية برا الاستاذة أنا معرفتش العربية فين عادت ساعتين أدور على العربية الماتش اللي في الدورة التاني كسبنا الزمالك في القهرة واحد سفر كمان أنت تقللت معهم وكسبتهم وكسبتهم فكانت ديمة الماتشات اللي علمت في تاريخي في كرة القدم ماتش الأهلي يعني كسبونا في الديها تسعة وتمانين في استاذ السكر الحديد في الديها تسعة وتمانين بعد مرس طويل جدا فمن الأهداف الضاعة من الأهل أو مننا فبرضو من الماتشات اللي كانت مهمة جدا في مسيرة حياتي يعني التدريبية بالنسبة دور ومتاز منتخب مصر يمكن كانت من الحاجات اللي علمت بشكل كبير جدا ماتش احنا كسبناه وماتش احنا اخسرنا فيه ماتش اللي كسبناه ماتش السودان وكنا هنلعب كسبنا السودان في اسكنداريا 4-2 وهنلعب الماتش في الخرطوم وبعدين عملوا الماتش الساعة واحدة الضهر واستاذ الخرطوم كان نجيل صناعي بتلعب على ملعب نجيل صناعي الساعة واحدة الضهر في الخرطوم فدرجة الحرارة كانت عالية جدا فكنا هنا بنتمرن فترة طويلة الساعة 12 الضهر على ملعب نجيل ترتان فكانت الأحزية بتاعت اللعيبة بتسخل من درجة الحرارة فقلت اللعيبة ناخد معنا أحزية من الأحزية اللي هي القديمة لجلد مش الأحزية الألوان اللي هي بتعمل سخونة دلوقتي دي خدنا الأحزية الشوط الأول اللي جابوا هدف واحد صفر ليهم وطبعا درجة الحرارة عالية جدا اللعيبة مش قادرة تقاوم بعد نص ساعة من الشوط الأول انتهى الشوط الأول واحد صفر وبعدين الشوط الثاني فجأة لقيت لعيبة السودان مستوها قل وإحنا كانت درجة الحرارة خفت قدرنا نحرز ثلاث أهداف جاب هدفين فاكر أحمد حمدي اللي بيلعب في اسمه دي في استراليا بيلعب في استراليا دلوقتي في كندا هو راح كندا في كندا بيلعب في كندا دلوقتي أحمد حمدي لعب النادي الأهلي ووليد عطية اللي بيلعب في بترول الأصوات حاليا كان لعب نادي المنصورة جاب جون وطلعنا ثلاثة واحد فلما سألت بعد كده المدربين المصيرين هناك قالوا لي أنه المنتخب السوداني كان بيتمرن الساعة خمسة ما كانش بيتمرن الساعة واحدة عشان كده اللعيبة اللعيبة المنتخب السوداني في الشرط التاني يعني مستوها قل والتالي إحنا كسبنا المطش اللي كسبنا برضو بعدها مطش الكنغو في الكنغو كنا كسبنا هنا واحد صفر اتغلبنا هناك واحد صفر بنلعب ركلات جزاء وصلنا في ركلات الجزاء لتسعة تمانية كان حرص المرمى محمود جاد فمحمود جاد أنا كنت أقول له تتجه في الخمس ركلات ناحية لمين لو دخل جون اتجه في التاني مساحة لمين التجه في التاني فهو في الخمس ركلات التجه الأولى التاني ناحية لمين يتحطه ناحية شمال التالتة راح مغايا رأيه تحطت في الزاوية جات يمين وانا من دلو تعليمات المهم حضاك كل الاهداف جات لغاية 5 خمسة وقلت له كمل برضو بنلعب هدف هدف كمل برضو زي ما انا قلت لك صد كورة الحكم راح عادها وردو التاجه يعني بنشاور له التاجه نفس اللي زواء فاللاعب غلط راح منتيج نفسه فصدها محمود جاد وصعدنا 9-8 كانت من الحاجة يعني مطلقات المسيرة جد يعني مطلقات المسيرة شاف حضاك 17 راكل الجزاء 17 راكل الجزاء بتفرز في مباراة شباب صغيرين برضو الضغط النفسي والعصبي كان عالي جدا عليهم فدي من الحاجات اللي نحن لما في تاريخنا طيب نخش بقى يعني مدير إدارة المدربين باتحاد الكورة وليه مش مدير فني لاتحاد الكورة يعني ليه السياء أو المسمى الوظيفة كده هو حضرتك المجلس الإدارة برئيس المحاسب جمال علام كان فيه طبعا كلام كتير جدا على المدير الفني لاتحاد المصري لكرة القدم وسبقنا عدد كبير من المدير الفنين المدير الفني لاتحاد الكورة القدم بيبقى مسؤول عن المدربين وده رقم واحد يعني ده رقم واحد تأهيل المدربين وتصنيف المدربين وتسجيل المدربين كل ما يرتبط بالمدربين مسؤولية المدير الفني اللي هي التكنيكا الديركتر بيبقى جانبه حاجتين تانين المنتخبات الناشئين برامج الخاصة بمنتخبات الناشئين وضعها بشكل واسلوب علمي والجانب الثالث مرتبط بالقطاعات والجانب الرابع مرتبط بالبراعم ومرتبط بالأكاديميات فالاتحاد المصري شاف أنه العباء بتوبت كبيرة جدا على المدير الفني وشاف من جانب آخر المجلس الدارة أنه المدربين عندنا مشكلة كبيرة جدا توقف الرخص لمدة خمس سنوات كاملة فدي عاملة مشكلة كبيرة جدا فمحتاجة وقت كبير جدا عند أي إنسان هيتولى الإدارة دي ومحتاجة منه مجهود كبير جدا مش محتاجة جنبيها في الفترة الحالية الأعباء اللي هي خاصة بمنتخبات الناشئين أو القطاعات والبراعم والأكاديميات فجزق المنصب وطلبوا أن أتولى هذا المنصب وأنا رحبت تماما بالتعامل مع مجلس الإدارة الموقر الحالي في إدارة الملف ده وأنا حفظه كويس جدا بيكون أن أنا محاضر بيكون أن أنا أستاذ جميعي بيكون أن أنا مدرب الحاجات دي كلها وأنا في العمل ده من سنة طويلة فأنا حافظ تماما مشاكله وقضايا وحافظ يعني عندي الحمد لله إن شاء الله طرق للحل بمعاونة مجلس الإدارة رقم واحد ومعاونة طبعا كل الموجودين داخل الاتحاد المصر وكرة القدم ودري التنفيذي وكل الموجودين في الاتحاد المصر وكرة القدم وآخرين لأنه لا يمكن تقدر تعمل العمل ده لواحدك فأنا استعانت بي سواء من داخل الاتحاد ومن خارج الاتحاد بيكمل أفراد يقدرنا ننجز حاجات كتيرة جدا في هذا الملف لكن عايز أقول حضرين معاذ الكريم يلا في مصطلحات لازم محتاجين نغيرها حتى في دورة المحاضرين الأخيرة تكلمنا فيها بشكل كبير وشكل مصطفاد أبدا المدرب في الفيفا لا يوجد حاجة ما إسمه مدير فنhomme المنتخب ولا توجد حاجة ما مدرب فني نادي وفيحاجة ما مدرب النادي ده مدرب، وممكن يكون مساعدين معه وفي فريق خلف السيطار المحللين ومعد الياقة التي غزية وعلم النفس هو خلف السيطار هذا الأهم لكن المدرب في الوالتيكنيقالama هو المدير الفني للاتحاد الشخص المخطط يعني لازم يكون شخص عنده عقلية وعنده قدرات وعنده خبرات يقدر يحط خطط ويقدر يحط برامج مش شخص جاي بس عشان يروح يتفرج على تدريبة لمنتخب ناشئين ولا يوجه بمجرد توجيه لمدير فن المنتخب ناشئين فده من المصطلحات اللي احنا محتاجين اه يا حراك بس عشان اوضحها وعشان حراك تأكد عليها انه ما فيش حاجة اسمها مدير فني حاجة اسمها مدرب مدرب ومساعدين معه بالزبط المدير الفني هو المدير الفني للاتحاد وفي العالم كله ما فيش حاجة اسمها مدير فني المدير الفني للاتحاد بزبط يعني اصد يعني مثلا بيب جورديولا مورينيو ده اسمه مدرب مدرب ومعه مساعدين لكن لما تقول مدير فني يبقى الشخص اللي هو ماسك الجوانب الفنية التخططية اللي موجودة داخل الاتحاد اللي هو المنصب الحضاك نقطة في منتهى الهماية طبعا انا عايز حراك الفتر اللي فات دي كلها عملنا ايه في اتحاد الكرة حسب شغلك ولكن سؤال كده على الهامش عشان ها اقطبس من حرابك مصطلح قلته دلوقتي هو الارث الرياضي او الارث الاداري ماذا ترك لك نيلو في انجادة من ارث الرياضي او ارث الاداري داخل اتحاد الكرة زيرو زيرو ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة هو عدد دي في اتحاد الكرة وبقى تقريبا سنة ونص أو سنة واربع شهور سنة ونص وبياخدرات كبير بياخدرات كبير جدا جدا لكن Le得 كنا انا اعادت معاه اطلبت النجلس معاه كان موجود مع الاساس جمال علام وقال لي في انجادة هنا قلت له ممكن اعود معاه وفعلا اعادت معاه وطبعا اعادت مع الدكتور محمود سعد اعادت مع الكابتن شاطة اعادت مع المديرين الفنين السابقين الوحيد اللي انا اعادت معاه وما استفادتش منه اي حاجة كان هو لان انا اعادت معاه حضرك طب إيه البلان اللي كنت ماشي عليه طب إيه الخطط اللي كنت ماشي عليها طب إيه الطموحات اللي كنت ماشي عليها كان كل تفكيره القسم الثاني يبقى مجموعة واحدة المنتخب للهوا وده اتعاملت منتخب الهوا والمجموعة الواحدة دي نتكلمنا فيها في مصر كتير جدا لكن ما هواش كان فيه أي شغل فني دكتور جمال معلش أنا أسف يعني حشحرك كمان لك خبرات كثيرة في إدارة اتحاد الكرة يا رجل ده بيصحى من النوم كل يوم الصبح لما كان موجود في مصر بيروح الاتحاد بيروح الاتحاد بيامني بقى لما بيروح فتحت الكمبيوتر اللي كان على مكتبه قعدت شفت كل اللي ملقيتش أي حاجة عشان كده أنا بقول إن أنا بدأت من الصفر عشان كده لما أقول إن احنا جهزنا 500 ساعة تدرسية 250 محاضرة في الـ C والـ B والـ A جهزناه من الصفر يبقى جهزناه من الصفر والأوراق اللي موجودة في الاتحاد والدلال موجودة في الاتحاد احنا كان فيه فريق عمل معايا من عشر أفراد معاهم عشر اللابتوب قاعدين بنشتغل في الصفر لكن الصح فعلا إن أنا كنت أجي ألاقي حاجة موجودة فابني عليها وطورها لكن مش أجي أبدأ من الصفر صحيح فعشان كده مصر قعدت طوال الفترة الفاترة طه بالمناسبة وده كلام محدش يقدر يتكلم فيه تم عمل اجتماعين معاه بين الدكتور بالحسن ملوشي المسؤول عن شمال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي في موضوع الكونفينشن أو في تخيط التدريب حضر معاه اجتماعين في مصر وحصل اجتماع بالفيديو كونفرنس ما بين المسؤولين عن التطوير في الفيفا مع فينجادا بحضور بالحسن ملوش عن طريق الفيديو كونفرنس ونقشوه إيه برنامج التطوير ليه أنتوا منضمتوش الكونفينشن لغاية دلوقتي إيه اللي أنتوا هتعمله قال هعمل هعمل ولكن لم يتم تنفيذ أي شيء يعني ثلاث اجتماعات رسمية جيه بالحسن ملوش اللي هو المحاضر التونسي الدولي جيه مصر مرتين مخصوص واجتماع مع فينجادا ومرة تانية عن طريقه وفي اجتماع مرة مع مدير الفني للاتحاد الأفريقي برضو اجتماع لأن حضرتك مصر كبيرة وفي كرة القدم احنا الرواد كرة القدم في كافة التخصصات سواء تدريب تحكيم إدارة فلازم كانت مصر تبقى أول دولة تنضم لاتفاقية التدريب الأفريقية لغاية اللحظة دي احنا ما نضمنهاش لاتفاقية التدريب الأفريقية عشان كده مجلس الإدارة الأهم حاجة عندنا أنزاي ننضم لاتفاقية التدريب الأفريقية ونحقق التمن شروط اللي حطوهم لاتحاد الأفريقي في الكونفينشن سالة 2018 فلازم ننضم يعني لاتفاقية التدريب الأفريقي فطبعا هبا حركتك ح Americas أنا تعصط طبعا أنا عمل أسرح ومسلا خذ حوالي يعني في الفترة دي مثلا مليون لمليون ونص دولار مجموعة يتروادبه يعني واخد مثلا مننا كمصريين 20-30 مليون جنيه وإحنا كل دا وقته ما عملش أي حاجة فحاجة تدايق وتنرفز وتعصب ولازن يبقى في حساب يعني مش اللي هو الأمور تعدي كده يعني يعني أنا فاهم أنه حراك مدايق زي وأكيد مدايق أكثر عشان أنت كمان أنت مفهود عايز حد يعمل لك هند أور وتشوفك أنا عمل شغل أعمل إزاي أنا كان نفسي أجي ألاقي حاجة موجودة حضرتك رحباني عليها ومقدم على الاتفاقات التدريب الأفريقية لكن أنا جيت ملقيتش ملقيتش فعلا أي حاجة وبالتالي بدأت أن أنا عملنا إيه بعده عملنا إيه كان طبعا مطلوب مننا مجموعة حاجات رئيسية إحنا لازم نكملها يعني مطلوب حضرك فيه 8 شروط أساسية حطوهم من الاتحاد الأفريقي ومش من الاتحاد الأفريقي برضو عشان في بعض الناس يقول لك الاتحاد الأفريقي بحوط ده لا هو حصل لانتحاد الدولي نفسه اجتمع مع الاتحادات القرية كلها وقالوا عايزيني واحد اتفاقية للتدريب لتأهيل المدربين على مستوى العالم عظيم حطوا حد أدنى للمستوى يعني حضرك هتدي في السي يبقى إذن في حدود الدنيا للمحتوى العلمي ويتحط الحد الأدنى ده من الفيفا للاتحادات القرية والاتحادات القرية بتعمله في الكونفينشن بتاعها يروح للاتحادات الأهلية وبالتالي الاتحاد الأهلي من حقك أنك انت تزود يعني هو يقول لك مثلا السي الحد الأدنى 120 ساعة 120 ساعة تحتوي على موضوعات في كذا وكذا 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 أنت من حقك كاتحاد أهلي تزود عن الحد ده لما الاتحاد الدولي حطت الكلام ده بدأت الاتحادات القرية كل اتحاد من الاتحادات يعمل اتفاقية التدريب أنا جبت الاتفاقية التدريب بتاعتها أسيا عشان عندنا مشكلة رخص مع أسيا ترجمتها ترجمت اتفاقية التدريب الخاصة بالاتحاد الأفريقي وبدأنا نشوف الشروط اللي فيها إيه والجانب العلمي اللي فيها إيه حطناه قدامنا وحطينا الحاجات بتاعت أسيا وحطينا بتاعت الاتحاد الدولي بحيثوا قدامنا الكلام ده عشان نقدر نحقق المطلوب وبالتالي كانت دي أول حاجة اتعمل الحاجة الثانية حضرتك الهيكل الإداري يعني ده أول طلب بقى أول طلب كان الهيكل الإداري عايزين يعرفوا إيه يعرفوا بالتحاد الأفريقي الهيكل الإداري الموجود عندنا في مصر في المدير الفني في دارة المداربين في إدارة خاصة مهمة جدا خاصة بالسيدات في الكرة الشاطئية الصلاة الشباب والناشئين والقطاعات والأكاديميات كل الإدارات دي فعلاً اترسم لها الهيكل بتاعها وجهز ده كان البند رقم واحد البند الثاني الكورسات اللي انت عايزها في مصر إيه لو قلت له ما عايز مثلاً عشرين رخصة إيه ما يجدكش العشرين رخصة إيه لأنه بدأت الاتحادات تهتم بالقيمة بتاعت المدرب أقصر من عدد المداربين يعني ما تعملش عدد كبير أقوى من المداربين لا يعمل عدد عدد زيو يعني كوالة عالية من المدربين الجانب الأصعب بقى حضرتك اللي هو الجانب المرتبط بالمحتوى العلمي للرخص التدريبية السي والبي والإيه فأول اجتماع في أوبا تاني يوم كلفت بيه من الاتحاد المصري مع رؤول المدير في الاتحاد الأفريخي فأنا بقول له أنا هحط العنوين الرئيسية بتاعت المحاضرات والمحاضرين هيجهزوها قالوا لا المطلوب تحط المحتوى العلمي لكل المحاضرات بقول له ده شغل عايز فترة زمنية طويلة المفترض ده تكون موجود من أمام المدير الفني السابق ليك والأسبق ليك يكون الكلام ده موجود انت تيجي تطور اللي موجود الفن تا مش هتطور انت هتبدأ من السفر هتبدأ من السفر عشان كده حضرتك حطينا ايه المحاضرات حضرتك في السي مثلا حطينا محاضرات 120 ساعة 120 ساعة 120 ساعة يعني 60 محاضرة 60 في المية منها عملي و40 في المية منها نظر بتحط في المحاضرة ايه حضرتك بتحط في المحاضرة الباور بوينت وبتحط الفيديوهات اللي هتتعمل واذا كانت اي رسومات خاصة بالجانب العملي بتحطها في المحاضرة يعني بتحط محتوى علمي كامل لمحاضرة بحيث حضرك بتدي المحاضرة دي للمحاضر سين من الناس انت هتشتغل ده لحد الادنى لو زود تزود لكن ما تقلش المحاضرة عن الكلام ده البي 180 ساعة بس منها 20 ساعة تطبيق و160 ساعة برضو 60 في المية نظري حطين هما 100 في المية نظري و100 في المية عملي وال20 ساعة التطبيق طبعا الكرصات دي اتحطت بالكامل وبالتالي 180 بتحط 90 محاضرة للمستوى ده الـ 240 ساعة بتحط الـ 120 ساعة محاضرة طبعا احنا زودنا عن الـ 240 والـ 128 والـ 120 انا زودت شوية عشان نعلى عن المحتوى العلمي الاسيا عشان لما نيجي نقول الرخصة بتاعتنا في مصر فيها ايه والرخصة اللي في اسيا فيها ايه يبقى الرخصة اللي عندنا في مصر اعلى من الرخص اللي موجودة في اسيا حاجة مهمة جدا لازموا وداربين يعرفوها الاتحاد الأفريقي برضو في الجلسة معهم قال مفيش حاجة اسمها دورة نعملها لمدة 15 يوم او 20 يوم متواصلة خالص اللازم يبقى فيه تطبيق لما تم دراسته فمثلا في السي السي المدرب هيجي ياخد الكورس الأولاني ولا الدورة الأول ياخد 48 ساعة وبعدين يرجعنا دي يشتغل لمدة 15 يوم يطبق اللي هو خده في الأسبوعين لازم يجيب تقارير واسبتات وشواهد انه عمل ايه وبالتالي انا عملت له زي تقرير هو بيملاه ويحط يرفق معه الوحدات التدريبية اللي نفذها ويحط معه الشواهد والاسبتات على العمل بعدين يرجع ياخد الكورس التاني ياخد 48 ساعة تانية وبعدين يرجع يطبق في ندي وبعدين يرجع مرة تانية ياخد 40 ساعة لما تجمع دولة على بعض يطلع 136 ساعة بالزبط حضرتك يطلع 136 ساعة هل يعرض السور بالمناسبة والحراكة بتتكلم يعني السور الحراكة بتتكلم عنها دي دي المحاضرات دي المحاضرات ده كويس ان انا هقول لحدك على الحاجة مهمة فيها مدام عرضوها يبقى يديني كده في الرخصة دي 160 ساعة يبقى انا زودت 40 ساعة عن المستوى الاسيوي هيا فيبقى كده انا الرخصة عندي يبقى أعلى من المستوى الاسيوي فلما يحبوا يعادلوها ياخدوا لحضرتك عرضو ده عرضو ده قد المحتوى العلم اللي عندي هيا المحتوى اللي عندك إيه لا المحتوى اللي عندي اعلى طب اللي حضرتك اتعرض ده لما جيت ردت بين الرخصة C فجيت من المحاضرة الأولى فكتبتها C1 وبعدين C2 C3 لا غاية الستين تروح للبي حضرك من B1 من B1 لا غاية ما توصل B180 يعني توصل لغاية المية وثمانين وقس على ذلك كل المحاضرات يعني دي المحاضرة في الجدول ده دي المحاضرة رقم واحد ما ينفعش ندي رقم اثنين قبل واحد طب ليه حضرتك لأن دي بتتكلم فيه عن طرق اللعب التانية تنفيذ لطرق اللعب في الملعب دي تتكلم مثلا على الهجمة المرتدة تديها فيديوهات وتديها نظري تنزل تدي المحاضرة في الملعب طيب أنا ممكن أخذ بس حضرك في الجزئية وهنكمل اه تفضل حضرك وسؤال قد يبدو للسادة المشاهدين دلوقتي هم تفرجوا عليه مطروح ودايما أنا وأصدقائي نتحدث في هذا الأمر دائما مين هو اللي ممكن يروح اتحاد الكرة ياخد الرخصة C وB وإيه يعني مين الشخص ده يعني إيه الشروط اللي تنطبق على فلان عشان يروح ياخد الرخصة قبل ما يروح ياخد الرخصة يعني مثلا هبسطها للناس وهبسطها لحضرتك إننا مثلا صحيت من النوم النهاردة أنا عايزة أبقى مدرب طب همشي الطريق إزاي هل هينفع أصلا أنا أبقى مدرب ولا دي أصلا الشروط ما تنتبقش عليها هارجع وأقول لحضرك عندنا حاجتين يمكن اللي فيه دي دي حضرتك اللايحة التنظيمية للرخص واللي التدريب في مصر بصفة عامة عظيم ما كانتش موجودة صحيح اللايحة دي بالظبط من عشر أبواب أو هقول عشر فصول خلينا يبقى نقول عشر فصول يعني هم على بابين مفصل عشر فصول وبعد كده مواد هاي كل مادة من ود بتبدأ المادة الأولى من المصطلحات لغاية ما تنتهي بالمادة الأخيرة اللي هي عملية التقييم عظيم وتدخل جوه المواد دي المادة الحضرك بتسعل عليها المادة هي خاصة بالشروط أيوة شروط اللي التحق بالرخصة دي بالرخصة سي بالرخصة بي بالرخصة اي بالبرو اهي بالبرو اهي اهي عشان تلتحق بالدي لازم تكون مرست كرة القدم على الأقل موسم رياضي واحد. عظيم. موسم رياضي واحد. يعني لازم يكون فيه إثبات من الاتحاد المصري لكرة القدم أو منفرع من أفرع الاتحاد المصري لكرة القدم أن مرست كرة القدم لموسم واحد. تقدر تاخد الدي اللي هي 60 ساعة. الدي دي اللي هي الدورة بنسمى الدورة الأساسية. ما ينفعش تشتغل بيها إلا مع المستوى الخاص بالبراعن. عظيم. فقط لغير. بعد كده حضرتك لازم تقضي سنة على الأقل في التدريب عشان تقدر تلتحق بالسي. عظيم. بعد ما تاخد السي لازم ما ينفعش تاخد السي إلا لو كنت واخد الدي أو واخد الأساسية. السي لازم تقعد سنتين عشان تشتغل فعلي عشان تلتحق بالبي. عظيم. وبعد كده البي لازم تقعد سنتين عشان تلتحق بالإيه. في كل السنوات دي بيتجيب ما يثبت أنك انت فعلا كنت بتدرب في نادي من الأندية وعندك الخبرات في خلال السنين دي. طيب لو ما عندكش نادي. أيوة. لو ما عندكش نادي دايما ما عنديش نادي في خلال الفترة دي. يبقى إذن لابد أنك انت بتعمل زي نظام المعايشات. إن أنا هاجي مثلا هروح النادي الأهلي. نادي الزمالك بيراميز الإسماعيلي المصري موجود في حسب الرخصة اللي أنا نوي أخدها. يعني البي هروح أخد المعايشة بتاعتي مع فريق عشرين سنة. واحد وعشرين سنة وطمانتاشر سنة. لا أنا هدخل على الايه؟ يبقى أخد المعايشة بتاعتي مع الفريق الأول. واقس على ذلك مع الدرجات دي. يبقى لازم تثبت إنك انت النادي ده أنت موجود معاه. موجود معاه من غير مقابل مادة بتشتغل. بتشتغل. ولكن من غير مقابل من غير مقابل مادة عشان تثبت إنك انت موجود في التمرير. لين فيه فرق شاسع ما بين إن أنا بشتغل في الملعب ون النظري. وما بين إن أنا مش موجود. آه مش موجود في الملعب. السؤيل. بسيط. السن برضو. 18 سنة لحد الأدنى عشان تدخل الدين. 18 سنة لحد الأدنى. طيب أنا برضو هاوصل معاك لحاجة سهلة برضو للسادة المشاهدين. أصلا خد بالك التدريب بعمل زي لعب الكورة كده بقى. طبعنا الناس كلها عايزة تضرب يعني. طيب. دلوقتي راجل ما مارستش كورة الكدر. ما لعبتش ولا سنة. بس بحب الكورة بقعد زاكر مطلع. عندي طموح أبقى مدرب. مفيش أي طريق يخليني أبقى مدرب. خلاص أنا عشان ما لعبت السنة كورة قدم. فأنا مقفولة بالنسبة للتدريب. وهو حضرتك أنا طبعا إحنا بتربطنا لوائح بتربطنا قواعد. اللوائح دي موجودة في العالم برضو. آه موجودة. في العالم لازم تكون لعبتك. موجودة. موجودة. موجودة حضرتك. يعني أنت حضرتك الاتحاد الدولي بسطها بشكل كبير. قال إنك أنت تكون سجلت في أحد الاتحادات موسم رياضي. يعني موسم. حتى محدد لكش لازم تكون فريق أول. يعني ممكن يكون الموسم الرياضي ده في قطاع من قطاعات الناشئين ولكن ما عندكش فرصة وموهبة إنك أنت تلعب فريق أول. لأنه مهارة المدرب تختلف تماما عن مهارة اللاعب. يعني ممكن واحد زي ما احنا شفنا مورينه وشفنا عدد كبير من الناس ما وصلوش في مستوى الممارسة لمستوى العالي. ولكن قدروا إنجازات عالية. لكن مش معناه أنه ما مرسش كرة الخدم. لا هو موارس كرة الخدم. فهم. الموارس كرة الخدم. حتى ولو مستوى ما هوش عالي. زي مثلا جوزيف النادي الآل. ما مرسش كرة الخدم على مستوى المحترفين العالي. ولكن موارس كرة الخدم. لكن عنده موهبة ومهارات المدرب. المدرب. ودي تختلف تماما عن مهارات اللاعب. يعني موضوع مختلف تماما. صحيح. نسى كمينة هذا الحوار الممتع جدا مع دكتور جمال محمد علي بعد هذا الفاصل. نواصل إن شاء الله. أعلم بحضراتكم مرة أخرى. أستم شرفني من نهارين دكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة المستيب. سؤال برضو بسيط قبل ما نخش في الحتة الإدارية القواية جدا الحواجة تتحدث عنها. ووضح جدا أنه كان فيه مجهود عظيم جدا في فترة قليلة. إحنا كنا بنسمع في الفترات الأخيرة مثلا كيس أو عضية زي القصة بتاعة كابتن علي ماهر والرخصة أي. ليه كابتن علي ماهر مثلا ده كمثال محمد المدربين معهش الرخصة أي. وكان مدرب أصلا في مصر معهم الرخصة أي. هل إحنا أصلا متأخرين كتقصير من المدربين ولا ده كان تقصير من اللي كانوا موجودين في اتحادات كرة صادقة؟ هو طبعا أنا بعض ذور كابتن علي ماهر وبعض ذور كابتن أحمد الكاس ونجوم مصر الكبار وهم طبعا مدربين عظام وعلى زيهم كتير مش قليلين لأنه طبعا عندهم عزلهم من 2016 لم تنظم رخصة إيه في مصر فهو لو تنظمت رخصة إيه في مصر كانوا التحقوا بيها وإن أنا المعلوماتي المؤكدة أن هم كانوا متقدمين بالفعل للاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على الرخصة إيه ولكن لم يتنظم الرخصة إيه عشان كده الاتحاد الأفريقي لما كان قد مهلة سنتين في 2012 لغتين 2014 لغتين 2016 أنه الاتحادات تطبق الكونفينشن وتبدأ تعمل اتفاقية التدريب ما تعملتش فجي بعد كده الاتحاد الأفريقي طبعا وقف في الرخص المعدلة وفي ناس الوقت بدأ يطبق على المدربين اللي حصل مع كابتن علماء كمثال هو كان مدرب من الموجودين في الدولة المصر الممتاز لوقتي معه رخصة إيه هو طبعا للأسف شديد دي مشكلة تاني يعني دي مشكلة تاني لما نبص على الرخص التدريبية اللي أخذت في مصر من أول ما تعملت الرخص التدريبية دي نلاقيهم 8806 مدرب لما نروح على سيستم الاتحاد المصري للكرة القدم هلأ المسجلين 3000 وشوي لا أفهمها بقى ما عليش يعني لو تاخد رخصة بتاعتي بيش متسجلة المفروض أننا كل الرخص التدريبية ودي أستاذ جمال علام ومجلس الدارة قالوا اللي لازم يعني كان فيه تعلمات لازم نشوف لها حال لأنه فعلا الإحصائية موجودة عند الإحصائية بالكامل اللي هي سواء الرخصة المعدلة ما عليش الرخص اللي هي 8000 وكسور دي حراج جبت الرقم ده منين أدالي من الاتحاد منين من الإحصائيات بتاعت الدورات اللي اتعملت آه آه يعني فيه دورات اتعملت ملفات موجودة لكن السيستم بتاعنا مفوش غير تعملت آه الدورات اللي اتعملت الدورات اللي اتعملت مثلا اتعملت كم دورة C عدد المدربين فيها كم فعددهم كذا الرخصة C E اللي هي المعدلة عدد المدربين الحضر الدورات كم كذا طب الكامل اللي تسجل على السيستم وكامل اللي ما تسجلش على السيستم هو ده اللي ما أنا طلبت من المسؤولة عن السيستم في الاتحاد الدين اللي ما تسجل عندك على السيستم كام هو تسجيل السيستم حضرك لازم دايما فيه تحديث بمعنى مثلا حضرك جمال محمد علي حضر دورة C وبعد كده دخل البي المفروض انه رقمه في السي يبدأ ينتقل معاعمة على البي ينتقل معاعمة على ايه ويتم تحديث البنات انت محدثش البنات أنت مش موجود فده بنسع عدلية ممكن أنا عادت مع المسؤولين عن السيستم أكتر من مرة في الاتحاد وإحنا بنسع حاليا لحل المشكلة دي وبنسع عمال الاتحاد الأفريقي إزاي نسجل كل الناس اللي موجودة في الرخص التدريبية طبعا يمكن حضرتك سألت سأل الرخص المعدلة ودي كانت برضو من المشاكل اللي حصلت في مصر في السنوات الأخيرة الرخص المعدلة لما بدأت الرخص التدريبية حضرتك وجات أول رخصة أنا كنت أحد الأفراد اللي بحضرها وكان موجود في المجموعة دي كابتن حسام البدري وكابتن حلم طلان وكابتن الله رحمه طه بصري وكابتن شوقي وكابتن زيزو وكابتن فتح مبروب وطرق العشري ومحتفظ بالألقاب وضياء السيد وكابتن أشرف آسم ربنا يشفيه وعدد كبير جدا من الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الفترة دي في الدور الممتاز كنت 32 واحد فالفترة دي الدكتور طه اسماعيل والخبراء الكبار قالوا إزاي اللي هتتعمل رخص التدريب وأول مثل كابتن حسن شحاته تعالوا هدخل الرخصة السي ولا بي ما ينفعش فيتعمله زي حاجة معدلة ياخد الايه المفترض بعد الجيل ده وإذا كان فيه 32 واحد تانين المفروض كنا نتوقف تماما عن الرخص المعدلة ونرجع لعدد الساعات اللي حددها لاتحاد الأفريقي بمعنى أن أنا قدي المية وعشرين ساعة وقدي المية وثمانين ساعة وقدي الميتين واربعين ساعة كاملة لكن ما استمرش قدي خمسة أيام خمسة أيام في ثمان ساعات باربعين ساعة أوه كابتن حسن شحاته وكابتن طه بصر وكابتن حين وطلان ها ما ياخدش غاله أربعين ساعة لأنه عنده خبرة طويلة جدا خبرة طويلة جدا تضاف لي لكن ما يجيش مدرب لسه لعيب لسه معتزل وروح مديله العدد لما جاءت المدربين اللي بيشتغلوا في الخليج الخليج وبعدين يروح ييجي مثلا ياخد الرخصة سي ولا بي ولا ايه في خمسة أيام أو عشر تيام طب انت خدت مية وعشرين ساعة في عشر تيام ازاي يعني خدتها في عشر تيام ازاي وبالتالي هي دي اللي عملت مشكلة وخلت الاتحاد الأسيوي ما يعترفش بالرخص بتاعة أفريقيا اللي صادرة مش من مصر بس لا ده الكلام ده حصل على مستوى الأفريقيا بالكامل يعني حصل على مستوى أفريقيا بالكامل الاتحاد الأفريقي سمح بيها في خلال الفترة دي لفترة معينة وفروض نتوقف ونبدأ نشتغل على عدد الساعات الكاملة فدلوقتي فعلا احنا السيستم بيتم تحديثه لانه البند رقم 8 في الشروط الخاصة بالتفخيء خاصة بالسيستم ويمكن زي مول النهاردة حضايا كانوا قاعد انا والدكتور حتم سرور كابتن إنسان ومع باتصال تلفوني مع حمود الماسك السيستم عندنا وبنتكلم في السيستم نعمله ازاي وبنتكلم في المكنة اللي هي نجيبها بحيث نطلع الرخص بحيث انه هو فيه فرق ما بين الرخصة والشهادة الشهادة دي موجودة معاك انا واخد الشهادة بي او شهادة ان انا حضرت ولكن لازم يكون معاك رخصة تنزل بها الملعب لازم يكون معاك رخصة فدي كنا بنتكلم فيها ازاي إن احنا السيستم نجيب له مكان معين بحيث لما حط البيانات بتاعته وحضرتك اكتازة السي ولا البي المكنة تطلع لك على طول الرخصة دي الرخصة دي صالحة لمدة ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات لازم تعمل رفريش لمدة 15 ساعة وتيجي تجدد الرخصة هاي تيجي تجدد ما عملتش رفريش الرخصة بتاعتك دي تسقط عارف زي كان رخصة قيادة كان هذه رخصة صحصة طبيعي ده طبيعي طبيعي انت ما بتطورش من نفسك يبايز لخصة تسقط يبايز تاخد 15 ساعة حد أدنى ويمكن دي هتخلينا أقول حضرك على حاجة ممكن أنا كنت بتكلم فيها مع دكتور بالحسن مالوش الاتحاد الدولي بيعمل كرصات للأسف شديد احنا في السنوات السابقة دي ما خدناش منهم الكرصات دي كرصات خاصة بالمدربين على حساب الاتحاد الدولي من كل حاجة الملابس المحاضر الإقامة الفند وكل حاجة لها سنين طويلة ما خدناش يمكن أنا فاكرة عملت في فترة أيام كابتن فتح نصير كانت عملت في مشروع ألف كانت مشروعها لدكتور طا اسماعيل دكتور طا اسماعيل ربينا اديله الصحة هو اللي كان أعملها في أنا فاكر في نادي الإعلاميين اه كان في نادي الإعلاميين وكانت مسمينها المستوى ايه مستوى ايه طب حضرك حضرك لما كنت موجود في اللجنة الخمسية ليه ما تعملتش اقول لحضرك كانت في الفترة في اللجنة الخمسية احنا ما كنا كنا في الكونفينشن ده كان كلف بيها الدكتور محمود مدير فالالاتحاد انه هو يعمل موضوع الانضمان الكونفينشن جات موضوع الكورونا فالكورونا في الفترة دي كنا عارفت حاك الفترة دي الكورونا والدور يتعامل ما يتعاملش فكانت ولقوا الاتحاد الأفريقي في الفترة دي وقف وقف اي حاجة خاصة بيء الرخص لمدة سنتين بتوقع الكورونا وبدأ يفتح مرة تاني فلكن احنا طبعا مشينا عادنا سنة واربع شهور فبدأنا نشتغل فيها وحصل الاجتماع برضو الاجتماع ده كان معنا مدير فالالاتحاد الأفريقي كابتن محمد فضل وانا والدكتور محمود سعد وتعمل الاجتماع فيديو كونفرنس وكنا بنتكلم ايه اشتراطات اتفاقية التدريب الأفريقية وبدأنا نتكلم على اشتراطات التدريب الأفريقية في خلال الفترة دي وكابتن محمد الموجود بتاع الحاد دولي دي حتى بأن موجود عندنا الفترة اه بالزبط كده انا اتكلمت مع الدكتور مالوش يمكن نهاردة كنت بتكلم مع كابتن ولي العطار في حاجة معينة تتبيعي للاتحاد الدولي عشان انا اللي بتواصل مع الاتحاد الدولي وانا عرفت من الخطة انه لنا لنا دورتين الدورتين دول على حساب الاتحاد الدولي فانا كان السؤال بتاعي هل ممكن الدورتين دول يبقى جزء منهم اعتبروا ريفريش للمدرب الدور الممتاز قالوا لي اه انت طب ده كويس جدا يعني معنى كده انا ممكن اجيب مدرب الدور الممتاز في فترة الرفريش ده على الدورة الدولية دي ويبقى فيه محاضر دولي وياخدوا اللي هو تجديد الرخصة وفي نفس الوقت يعمل الرفريش يبقى استفدنا من الدورة الدولية استفدنا من الرفريش بالنسبة لهم وبالتالي تتجدد الرخص لانه الزمل المدربين في الدورة الكبار عندنا في مصر واخديني الايه اه صحيح بس محتاجة انك انت تجددها يبقى لازم تعمل الرفريش ده ده فيه حاجة تاني حضرتك برضو ما اتعملتش ودي المهار ده انا والدكتورة دينا الرفاعي والميسبة هي حضرت معنا كل الدورة بتاعت طيور الزكري دا حضرت كل المحاضرات النسائية فالدكتورة دينا النهاردة كنا بنتكلم انه لازم توبى فيه في الاتحاد الدولي لازم يكون عندنا استراتيجية لكرة القدم النسائية فالنهاردة كنا بنتكلم فيها وتكلمنا فيها مع المحاضر الدولي انه احنا عايزين نعمل الاستراتيجية الاستراتيجية دي بتجينا تقريبا 150 الف دولار من الاتحاد الدولي اللي الصرف على كرة القدم النسائية النهاردة كنا بنتكلم في بنود الاستراتيجية في الاتحاد على أساس نعملها ونبعاتها فلما يجي المبلغ ده يبو محدد ممكن توبه حاطت فيه حضرتك طوال الدورة من اللي افتتاع لغاية الختاب نشطة جدا لا وكمان كانت فيه حاجة في الاتحاد الدولي في أول يوم في الدورة بص حضراتك احنا سراع في الرتمة في أول يوم في الاتحاد الدولي فالكابتن بالحسن بيقول لي بيقول لي ما فيش سيدات بيقول له فيه الدكتورة دي نقال لي لا الاتحاد الدولي كرة القدم مهتم بالقيادات النسائية فعلى طول أنا موجود قبل ما نبدأ المحاضرة الأولى حصل اتصال بكابتن فايزة حيدر اللي هي مدربة في منتخب مصر فهي أنا عارف أنها شغالة كانت مع المركز الصخافي البريطاني في محاضرات للبريمار سكولز فهي واخد الرخصة بي ضمناها للدورة رامة اللي هي موجودة في الصور لعبة دورة ممتاز لمدة 8 سنوات بتحضر ماجستير لعبة منتخب مصر واخد الرخصة C تنطبق عليها الشروط ضمناها بحيث أنه احنا بقى عندنا لأول مرة في تاريخ مصر ثلاث محاضرين كرة قدم للسيدات وخمسة لمدربة حراس المرمى مع رأسهم الكابتن فكر صالح والكابتن أحمد ناجي واللي كان مفاجأ بالنسبة لكابتن فوزي ماير هو جاي من برة وفجيت أنه كان بحاضر هناك فلمورني السيرة الزاتية والشهادات فنضم على طول والكابتن روزيئة اللي كان مدرب منتخب مصر والدكتور إبراهيم البطل وفي آخرين كانوا عايزين ينضموا لينا لكن كانت العدد محدد من التحدي أفريق وفي عدد من خارج مصر بيحضروا خارج مصر ولكن طبعا أنا كانت قدامي أننا محصور بعدد محدد فلازم يكونوا كلهم مقمين في مصر عشان ما بدأ الرخص هما دول هايشتغلوا معايا لكن اللي هو عايش برة مصر هيجي ياخد الرخصة من عندي وبعد كده يسافر مرة تانية فمش هستفيد منه في الفترة حالية لكن مستقبلا هيبقى موجود الحاجة مهمة جدا في نجوم كبار يعني أنا تحدثت معهم يبقوا معنا في دورة المحاضرين وفعلا هم كانت ظروفهم حالة يبقوا موجودين معنا في الدورة دي إن شاء الله في الدورة القادمة هيبقوا موجودين معنا بحيث أن مصر ما ينفعش يكون فيها محاضر ولا اثنين لازم مصر يكون فيها عشرين تلاتين محاضر يدرسوا لكل أفريقا ويدرسوا لكل أسي ودي الخطة اللي أنا لاتحاد المصر كنت أتخاذها موافع عليها احنا عندنا محاضرين قد إيه دلوقتي شوف حضرينك السؤال دي تسألته كتير جدا وبعض الناس زعلت ولكن أنا بتكلم دايما في شفافية والواقع أنا وفي الاجتماع في الاتحاد الأفريقي بسألهم كام مخاضر متسجلين على سيستم الاتحاد الأفريقي قالوا لتنين قلتوا المتنين ازاي؟ ده إحنا عندنا وفلان 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 قالوا لأ المتسجلين لتنين دكتور محمود سعد دكتور محمود أبو العنين قلت لهم الله يرحموا الدكتور محمود أبو العنين متوفر من ثلاث سنين قالوا على سيستم الاتحادي ومعند نشغل الدكتور محمود سعد قلت لهم ازاي؟ فيه كابتن شوئي فيه كابتن الدكتور طه اسماعيل وفيه الدكتور عمرة أبو المجد وفيه كابتن فتح نصير وفيه كابتن شطة وفيه سين وصاد وعين من الناس كتر أوه أنا واخذ من الاتحاد الدولي محاضر من الاتحاد الدولي ومعايا كان الدكتور جمال اسماعيل ودكتور محمود محمدي ومجموعة كتار ليه بقى مش موجودين على السيستم؟ ما تسجلوش على السيستم للاتحاد الأفريقي المفترض أنه كانت في خلال الفترة اللي فيها المديرين الفانين السابقين بس أجل كلمة على التحاد فعرف حضرك أول طلب إحنا وقعدين معاه قلتولي إذن أول حاجة هنعملها لازم دورة محاضرين وده البند رقم سبعة في المتطلبات اللي هو بيقول لي إديني أسماء المحاضرين عشان أقول لك اشتغل هقول له عندي محاضر فكان لازم يكون عندي كم المحاضرين وعلى الكامل المحاضرين اللي عملنا sweater من 11 محافظة يعني حاضرك مش محافظة 11 محافظة عشان لا ما أعمل السي في اسكندرية ولا عملها في أسوان مش لازم كابتن كريم هو اللي روح أسوان وبعدين كابتن كريم هو اللي روح اسكندرية هو اللي روح الوادي الجديد هو اللي روح العريش بالزبط كده فحاولنا نغطي المناطق وبعد كده إن شاء الله فيه مجموعة تانية إن شاء الله دورة تانية بحيث وبعندنا كم من المحاضرين نقدر خلينا ننفذ كم من الدورات للرفريش والدورات دي على مستوى مصر بالكامل إن شاء الله هايل أنا سيستخدمك للصبح مستمتع تعلم أنه يعد أكيني بسمع محاضرة جيدة رائعة فمجتمع جيد تنفيذية محاضرات على المحاضر مش محاضرات نظرية مش نظر إليه عملية عملية عايز أخذك في جزئية اتقالت هتحصل الموسم ده وهي فكرة إنه المدربين ما يدربوش أكتر من نادي مرتين أو أكتر في نادي أو أكتر من نادي في الدوري الممتاز رايح لك في القرار دوت هل القرار ده ظالم للمدربين ولا شايفه قرار عادل هو حضر لك القرار ده يمكن تم في أثناء اللجنة الخماسية وأنا واحد من الناس اللي كنت مؤيد تماما لين إنه إحنا لحظنا ومجلس الدارة الحالي برضو لاحظ نفس الملاحظة إنه في عدد من المدربين عن طريق الوكلاء بيتنقلوا من نادي إلى نادي إلى نادي إلى نادي ممكن يدرب ثلاثة أندية في الدوري الممتاز في موسم واحد رغم أنه ممكن يكون مش موفق مع النادي الأول ومع التاني فليه يدرب الثالث والرابع فأخذنا قرار إنه لا يدرب أكتر من ناديين بمعنى إننا لو أنا موجود في نادي النادي ده عمل إقالة بالنسبة لي يعني أقلني يوما من حق إن أنا أروح أدرب في نادي إيه؟ طيب لو أنت استقلت لا ما تدربش في نادي تاني أنت اللي مشيت أنت ما تدربش في نادي تاني انزل درب في الدرجة الدرجة الأدنى عشان ندي فرصة لمدرب آخر يشتغل في الدرجة فالاتحاد الكرة بدأ يرجعه مرة تاني أو رابطة الأندية دلوقت اللي إنها اللي بيدير المسابقة رابطة الأندية فرابطة الأندية على ما أعتقد إنها رجعته مرة تاني وده شيء كويس أنا أنا مؤيد تماما لهذا القرار ما فوش أي ظلم المدربين لا لا ما فوش أي ظلم المدربين بعض المدربين يقولون أنتوا التحاد الكرة كده مش بيحميني يعني دلوقتي هو الفكرة أنه لو أقيل مرة وأقيل التانية همش يدرب تالت يدرب في الدرجة التانية يدرب في الدرجة التانية يدرب خارج مصر دكتور كمال أنا للنادي مشاني أنا عملت إيه؟ يعني عملت إيه غلط؟ يعني في نادي والتاني مشوني أنا كده بقى عندي مشكلة؟ بالتأكيد يعني مش ممكن تكون حضريك يعني نادي واثنين وثلاثة وأربعة لم توفق فيهم فمحتاجة منك إعادة 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 تقييم للذات يعني إعادة تقييم للذات إعادة ممكن أكون محتاج فترة من الراحة ممكن أكون عند بعض الأخطاء اللي أنا محتاجة أعديلها ممكن أن أنا أستغل للفترة دي أطور من نفسي في حاجات معينة ممكن أن أنا أنزل للقسم الثاني وأبدأ أعمل الشغل اللي أنا مقدرش نفزه في القسم الأولاني وأرجع مرة تانية للقسم الأولاني طيب لكن المشكلة حضرك وأنا أقولها المشكلة في وكلاء اللعيبة اللي أصبح وكلاء مدربين ما كانش عندنا حاجة اسموكيل مدربين صحيح يعني كانش حاجة اسموكيل مدرب خالص لكن أصبح وكلاء المدربين هم بيتكلموا مع الأندية وده حقهم مش هقول مش من حقهم من حقهم ولكن لازم تحت بند لوائح وقوانين تحكمنا إنه مش معقولة يعني يكون عندنا عدد أولاي من المدربين هم اللي بيلفوا على كل المدربين أو بيتنقل على كل الأندية وتنقلوا ما بين كل الأندية لازم ندي فرصة لجيل تاني ده أنا بفكر إزاي ما يبقاش عندنا الكامل كبير أول إلى جانب يعني حتى على أقل في الدرجة الثانية يعني في الدرجة الثانية يعني ما ينفعش دلوقتي بدأت بعض المدربين أجانب يخزوا عندنا الدرجة الثانية وما كانش موجود قبل كده فمحتاجين يعني فعلاً الضوابط ودي محتاجة طبعاً دراسة من مجلس الدارة دراسة من رابطة الأندية طبعاً بالتعاون مع الأندية نفسهم عشان ندي فرصة للمدربين المصريين ولكن لو حد قال لي أقول له انتظر شوية لغاية نخلص من عملية التأهيل فلما نقاح للناس هيبقى الكواليتي اللي عندنا أعلى إن شاء الله آخر سؤال بعيد عن التدريب بقى فضل وقت اللجنة الخماسية وإنجاز عظيم جداً من اللجنة الخماسية إن الفار دخل مصر إن الفار بقى موجود في مصر بس كيل بعد كده إن المعدات اللي جات من اللجنة الخماسية في الفار وقتها هي معدات قديمة ومستهلكة وفيه ناس قالوا إنها مستخدمة قبل كده هل فعلاً كان عندنا أخطاء في استخدام الألات أو المعدات التشغيل بالنسبة للفار؟ شوف أقول لحضرك على حاجة دايماً لما بتعمل حاجة جديدة وأنا كأستاذ إدارة رياضية دايماً لكل نجاح لي عداء في أي مجال حضرك إعلامي ناجح هتلاقي فيه منتقدين وممكن يكون لأي سبب من الأسباب رغم إنه ما فيش وجود عدوة مبينك وما بينهم ولكن الفار كان لازم يدخل مصر لأنه مش ممكن تكون مثلاً دول زي الإمارات ولا زي الكويت ولا الدول في أسيا دخلت والسعودية دخلت الفار وكانت معظم الدول العربية بتسعى لدخول الفار وتبقى مصر الرأي ده ما فيش الفار وبعدين الفار أصبح مرتبط في بعض البطلات العالمية لما عندكش فار مش هت أنا بس سؤالي المحدد هل إحنا كانت الأجهزة المستخدمة هي أجهزة قديمة أو مستخدمة؟ أول حضرك الإجراءات الإدارية بالكامل كانت لها فيه شؤون قانونية بتمر عليها كان فيه ناس متخصصين فنيين إحنا كمجلس إدارة بناخد القرار ولكن فيه متخصصين فنيين المتخصصين الفنيين دول كان من جهات متخصصة فيه جهات رقبية فيه شؤون قانونية في الاتحاد بتبرم العقود وبتراجع كل الحاجات دي هي حاجتك مشت بشكل قانوني والدليل على كده أنه تم مراجعة الأمور دي أكثر من مرة من جهات رقبية بعد السنتين شايف الفار ناجح في مصر أقول بنسبة 80% بنسبة 80% النسبة جيدة جدا والدليل على كده حضرتك أنه لما جهل في فترة من الفترات التمنتاشر نادي وجم في اللجنة السلسية وقالوا نقف الفار التمنتاشر نادي قالوا لا الفار يستمر صح حضرتك فاتفقوا جميعا في جلسة مع الأندية أنه ما يتمش يقاف ده دليل نجاح يعني لو الأندية اللي هي صاحبة المصلحة رقم واللي هي بتعترض أو تنتقد حتى الفار هي بتقول لا أنا عايزة الفار لكن محتاجين طبعا تطويره محتاجين يعني أنا شايف مثلا حضرتك من وجهة نظري أنه أي لعيب يروح ناحية الحكم هو متاجه ناحية الفار لازم ياخد إنزار أي حد من الجهاز الإداري يروح ناحية الحكم حتى يأثر عليه بأي كلام لازم يتم استبعاده من الخارج يعني محتاجة فعلا حزمة حزمة وصارمة في بعض الحاجات عشان الحكم هو حتى رايح محدش يأثر عليه بأي شكل من الأشكال حتى لو بالكلمة صحيح يعني حتى لو بالكلمة البصير هو بشر صحيح في الآخر هو بشر ومضغوط بقرار هيعمل فيه إيه والناس كلها بتنتظر القرار وموضوع مش سهل مضبوط دكتور جمال حراك شرفت ونورت حقيقة أنا استمتعت جداً باللقاء حضرتك الله خليك أبتا كريم تشكرين جداً على الإصلاف الله خليك شكراً جزيلاً لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معايا محمد عبدالوهاب ومحمود شاكر نتكلم شوية عن قراء الدولة عبطار أوروبا النهاردة خليكم معايا أعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفنا ونهارني في هذه الفقرة محمد عبدالوهاب ومحمود شاكل حديث عن قراءة دولة عبطار أوروبا اليوم وأيضاً أوروبا ليك هوبا مشرف ومنور كالعادة منورك يا كريم ومبسوط جداً لها موجود مع محمود النهاردة أول مرة وبإذن الله تكرر كتير حود مشرف ومنور أنت اللي منور الدنيا أنت هوبا طبعاً أنا برضو سعيد أن أول مرة أطلع مع هوبا وكالعادة ببقى سعيد وأنا معاك أكيداً أنا عايز أقولوكو سر كبير جداً أنا أحبكو جداً الله العظيم الله العظيم تشرفينه النواري نور الله يخليك طيب نبدأ بسرعة الأول انتباعك عن القراءة النهاردة فيها مفاجأات أو حاجز أن هي حلوة ولا قراءة مش حلوة يعني مثلاً شفتاني النهاردة أنها قراءة مش حلوك تستطيع قولك قبل الهواء أنه كنت عايز مثلاً إيه يبقى مثلاً في حاجات كده وفيه ماتشاط بالنسبة لي كلوب بروش مثلاً يعني مرتودو تشيلسي آه يعني فهم تزعل يعني مش تبقى عايز تفرج عليها حتى أنت انطباقك إيه بقى طبعاً قراءة هتضع في البطولة في الأدوار اللي بعد كده اللي بعد دور 16 لازم ببقى فيه تفكير من الاتحاد الأوروبي لقراءة دور 16 تبقى مختلفة شوية عادي جداً أنه ممكن في دور 16 فرقتين من نفس الدولة يلعبوا يعني يعني فرقت ايه قوي يعني أنه بدل ما يلعبوا في دور 16 يلعبوا في دور 8 ما نخلي أنه فيه فرصة أنه نشوف دربيهات كمان ما بين الأندية المحلية يعني في نفس الدوري ما بينهم ما بين بعض طبعاً خسارة كبيرة قوي للبطولة أنه فرق من ليفر بول ريال مدريد بين الكامل باريس سان جيمياء باي منخ ميلا وتوترام أنه ثلاث فرق من الستة دول ما يكونوش موجودين في دور التمانية ده بيأكد كمان أن اليوروبا ليج مش عشان اليوفينتوس موجود ومانشستر برضو معنا مشرف إن شاء الله مصطفى محمد يعمل معنا واجه معلش بقى عقوبة معلش يعني صلاح هو كان توهج صلاح كان بجورين في اليوفينتوس في كاس إيطاليا فأتمنى أن مصطفى محمد يقرر نفس الموضوع ده بس بالنهاية نفس النهاية اليوفينتوس مع فيرنتينا ساعتها وليوفينتوس قدر يسعد ده محمد يعني محمد صلاح أحرز هدفين ما قصدت أنا بقولك لا أنا عايزي محمد يسجل ويسعد إن شاء الله لا طبعا كل التوفيق يعني أكيد لما الواحد بيتفرج على محترف مصري يعني وفي أول خطوات وبيعتمنى أنه هو بيؤدي أداء كبير إن شاء الله بس يعني ده اللي هيأكد كمان يوروبا ليج حتى بالدونيا مولعة قوي بالنظر لدور التمانية في الشامبينز دي بس يعني خسارة خسارة ليفرد بول وريال مدريد مواجهة أولى كده هي هي اللي منورة في الكوزر عشان هي المواجهة الأكبر يعني طبعا في القرص النهاردة ليفرد بول بيعاني جدا ده الموسم ده بس شوية معاناة أقل في دورة أبطال أوروبا ريال مدريد بدأ يعاني بدأ يعني نهاردة خسارة من رايو فييكانو تلاتة اتنين بسيناريو عشان ما رحيتش أتكلم معنا بسيناريو درامي جدا هدف لرايو فييكانو جولين لريال مدريد يتقدم وبعد كده رايو فييكانو يسجل هدفين ويفوز بالمباراة كمان كان فيها حاجة يعني ضربة الجزاء جات وتعادت وقربخان هو لتسبب ضربة الجزاء وهو لدخل منطقة الجزاء وخلى ضربة الجزاء تتعاد وتطلش يعني كاربخان معقدنا هنا وأرنولد معقدنا هنا سبحان الله الاثنين أفضل مفروض يعني أفضل باك رايتس في العالم طيب مواجهة ليفربول وريال مدريد مواجهة ليفربول وريال مدريد طبعا الأفضلية دي بعد فبراير بعد كسر العالم المواجهة دي يا كريمة هتفرق بشكل كبير جدا بعد فبراير هيبقى المريكاتو داخل اللعيبة المصابة لعند ليفربول هترجع هنشوف لويز دياز هنشوف جوتا وفي نفس الكلام برضو اللعيبة اللي هترجع من كسر العالم مش بس في مباراتور ريال مدريد وليفربول هنشوف اللعيبة دي هترجع في أي حالة زهنية في أي حالة بدنية مصابين وقا مين من اللعيبة اللي وصل للفاينال من اللعيبة اللي طالعت من دور المجموعات فده هيقصل بشكل كبير جدا فاحنا الحكم دلوقتي على إيه اللي هيحصل كمان ثلاث شهور ده هيبقى صعب جدا ولكن احنا عاوزين نتكلم عن الموضوع عامة طبعا مواجهة ليفربول وريال مدريد هي مواجهة سقرية أكيد لليفربول المرة السبعة أو مرة ستة ولكن كل مرة ريال مدريد بيتفوق ولكن برضو هو سقر شخصي لمحمد صلاح اللي مش عاوزين يقول أي تصريحات ولا يتكلم ولا يحط أي ضغوطات زهنية ولا نفسية عليه عاوز أقولك أن محمد صلاح لعب ليفربول محمد صلاح لعب ريال مدريد في 2016 مع روما وخسر ولعب في 2018 ما شهر بتاع سيري جباروس وعلى طول بيخسر من الريال فالمباراة مش هتكون سهلة أنا توقع الليفربول المرة دي ممكن هو اللي يتفوق ولكن زي ما بقولك هو بناء على الشكل اللي هيكون على الليفربول الليفربول ده هاتي عنده مشكلة وهي تغيير هوية وطريقة اللعب بتاعت بسبب عدم وجود العناصر وعدم وجود اللعيبة والأدوات اللي تقدر تطبقه للطريقة بتاعته دي بيغير الطريقة من 4-3-3 الـ 4-4-1-1 أو 4-4-2 بنشوف محمد صلاح بيخش في دور في نص الملعب ومباراة اللي فاتت ليفربول بيعنده مشكلة لما بيلاعب حد بيعنده كومباكت لما بيلاعب فريق بيسيب له الاستحواز لما بيلاعب حد بياخد هو الاستحواز ليفربول بيعام ترانزيشنس تحولات وشوفنا ده في مطش حسالك يا هوبا سؤال هل ليفربول هيستفيد من فكرة انه روايدا روايدا الدولة الانجليز بيبعد عنه عادة ليفربول لما كان بيواجه هريان ماديد كان بيبقى في الماكسيم بتاعه في الدولة والمنافسة في الدولة وفي الأموم بتبقى صعبة هل استغناء ليفربول عن الدولة الموسم ده خلاص غضبا عنه مجبرا يعني مش طوعية يخلي المواجهة ممكن يبقى فيها تركيز أكتر ونفوز بيها ممكن يبقى ميوصر أكتر لليفربول عن الموسم الماضية مش قوي يا كريم لأن لو حتى لقب الدوري بيبعد فالصراع على المراكز الأربعة الأولى شغال وشغال بقوة ودخل فيه الموسم ده نيو كاسل في شكل كبير جدا تشيلسي بيحاول يلحق اللي فاضل من موسم نفس الكلام بالنسبة لمنشستر يونيتد فالموضوع مش هيفرق كتير لأن لقب الدوري وانت عارف كمان يا كريم في إنجلترا أن الفرقات صغيرة جدا في الفلوس يعني أو بقى عوائد بس مع الحزبة اللي بيحسبوها غير كده كمان أن عدم التأهل لأوروبا بالنسبة لليفربول للموسم الجاي ممكن يبقى كارسي أكتر من ماتش ريال مادريد لو خلصوا ماتش ريال مادريد بس يعني تمام هما موجودين في أوروبا السنة الجاية ده هيديهم دعم كويس جدا أن هما يقدروا يخشوا ترانسفر ماركت خصوصا مع عرض النادي للبيع من الشركة المالكة فده هيأثر كتير جدا على سير المفاوضات إحنا شايفين شلسي لغاية دلوقتي لسه بيعاني من موضوع انتقال الملكية طبعا من أبراموش للملاكة جودت فالموضوع مش هيفرق قوي بالنسبة لليفربول ريال مدريد على الجانب التاني ريال مدريد لازم يفكر في يناير لبديل بنزيمة لأن بنزيمة هيلعب كاس عالم حتى لو حصل أن بنزيمة مش جاهز بدنيا بطولة مجمعة هيلعب على الإصابة بتاعته ممكن يأصل على بقية الموسم متركب كده نفسيين مين يبقى بديل بنزيمة في يناير انت كنت بتقولي مهاجم مش فاكر يعني ده دي فكرة مين مهاجم كبير في العالم دلوقتي ممكن يبقى متاح في يناير أستخد بالك برضو انت صعب جدا تشتري المهاجم في يناير دي مش حاجة سعر تسعة تارجت من صريح يعني بالزبط ممكن سوارز لويس سوارز سوارز ولكفاني برضو كفاني ممكن يبقى سوارز كمان هيبقى فري بعد كاس العالم يعني هو فري قريدي خلاص هو كان بيودع خلاص فري بيستعد معهم لكاس العالم بالزبط فبعد كاس العالم هو فري فتقدر تجيبه فينا على قال تستفيد منه ست شهور مهم جدا وريال مدريد عملها قبل كده فقادي بايورو تشتشاريت وكده فمطالب ريال مدريد ان هو يكمل قايمة بتاعته للي فاضل من الموسم لان محدش ضامن بنزيمة ممكن يبقى في حالته البدنية في فبراير ومارس ولا غير كده كمان ودي حاجة مهمة جدا في نفس الوقت هيلعب مباشرة بعد مطش الليفربول هيلعب مع بارشلونة في الدوري اللي ولع النهاردة طبعا بعد اخسار ريال مدريد يقولت دي الزروف بصة دايما دايما كان لما الريام هيلعب مطش صعب لازم يتيجي في فوش لا وقاتلتكم مدريد وبرشلونة فالموضوع هيبقى صعب جدا على الجانب التاني الليفربول لازم يبص في يناير بشكل كبير جدا لانه بتقيمة دي حتى مع رجوع لويس دياز ومع رجوع ديجو جوتا الموضوع هيبقى صعب جدا لازم يدور مين نص ملعب متاح دلوقتي الليفربول في الماركت يعني من اللعب اللي في نص ملعب هو محتاج لعب تمانية جدا ممكن نفتر ماركز محتاجه قصة مش قصة نص ملعب قدية كريمة قد قصة لعيب نص ملعب رقم تمانية لعيب يقدر يربط لك التلت دا والتلت دا انا فكر حد متاح دلوقتي هو ما فيش حد متاح يعني يناير طبعا مش معروف يعني بس يعني لما نيجي نبص نفن دايك اقوى صفقة يعني اللي نقل الليفربول نقلة تانية خلال الثانية كان في الشتاء فممكن انا من وجهة نظري شايف ان لازم يبقى لعيب كمان المتمرس في الدوري انجليزي وبروفن في الدوري انجليزي فانا بفكر في يوري تاليمينز يوري تاليمينز بالنسبة الليستر سيتي اللعيب بيقدم كل حاجة بيسدد من بره كرته حلوة جدا هيفيدهم جدا في موضوع الترانزيشن اللي بيع بعيها ليفربول فمن وجهة نظري شايف ان تاليمينز يعني يعتبر احسن اسم موجود ولستر سيتي لو ضامن وجوده في الدوري هو ممكن يبقى بعيد شوية عن المراكز الاوروبية لو جاله عرض مغري فممكن يقدر يبيع يوري تاليمينز في يناير طيب المواجهة الاخرى الكبيرة الصعبة المدهشة اللي مش طبقية باريس سان جيرمان وبارن ميونيخ باريس سان جيرمان هو اللي بوز الورع علينا كلنا طبعا شفنا طبعا بين فيكا كيكساب ستا فريق اللي مش عاوزين نقول اسمه فرق كانجوم بالزبط وكان ساعت باريس سان جيرمان هيتقاهل اول وممكنش نلاقي الورع دي ايه حد بصص لباريس سان جيرمان في الشهران كل ما يحاول هو ياخد خطوة انه يفوس بدور يعني انا مسلا انت صورت انه باريس من اكتر من اكتر فرق ومرشحة الموسم دوت للبطولة فجأة يصطدم بفريق كبير فجأة وهم بيعملوا كل حاجة فعلا وتدعمات وبصراحة حتى المشروع بتاع باريس بدأ يتغير وبدأ فيه لعيبة مهمة جيدة عملية يعني مش مجرد اسماءه خلاص ورغم كده يفشهم باير نيم يونيخ اخد من كلام بقى مدارب باير نيم يونيخ نيجل زمان بعد بعد القرعة قالك انا مصاب بالاحباط عالشان خاطر قصة بتاعت ان انا ليه اقابل فريق كبير في دول الستاشر وفي باريس سان جيمان وكان ده كله باير نيم يونيخ كان عنده مشكلة اصلا يا كريم في اول السيزن انه بعد رحيل لفندوفسكي مفيش تارجت من مفيش رقم تسعة يقدر يعود لفندوفسكي جابه تشوبو موتنج بقاله اربع مطسات بيلعب او خمس ممورات بيلعب جاب ثلاث اهداف ولكن هو مش اللعيب اللي تقدر بالظبط ومش خير بديل اللي باير نيم يونيخ هو حاول يدخل سادي ومانيه في الحتة دي ولكن سادي ومانيه مش بتاعته الحتة دي تاخد منه تلاتين اربعين في المية ولكن لما تلعبه على الجناح هتاخد منه مية في مية بتاعته فبلعب تشوبو موتنج اعتقد ان موكين بايري ميونيخ في الانتدابات برضو بتاعت الشيطة في مريكاته يجيب حد ولكن القصة كلها في باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان السنة اللي فاتت كان ليو ميسي ما كانش بالقوة بتاعت يعني بتاعت يعني ارقام ليو ميسي السنة دي لغاية النهاردة يا كريم كل اكتر من ارقام اللي عملها كلها السنة اللي فاتت فالتلاتة اللي قدام دولها مبفائقين هي دي القصة باريس سان جيرمان برضو مدرب بتاعه جديد قافل على فرقة وطبعا شوفنا المشاكل كانت ما بين مبابي وما بين نيمار وما بين ميسي في اول السيزن الراجل لم الكلام ده كله باريس سان جيرمان هو مرشح الاقوى ومرشح الابرز مش بس في المباراة دي في المباراة كلها فهو صدام صعب جدا وقوي جدا جدا والله يكون في عون حكم الرايا اصلا في المتشا من الكتر السرعات من الكتر السرعات عندهم بابيون يمر هنا وعندهم هناك وواشر حكيمي ودفن وحاجة لا يعني يا الله يعينه يعني بس يا القصة كلها كعيب دي مباراة عارف انت اللي ولا ما تيجي تزبط الفست على دي مباراة سريعة دي مش تبقى مش تعب تخليها نورمال يا خلاص اجري بقى اجري بقى كل ده بزبط بس يبقى الألمان ألمان ويبقى باري ميونيخ وليهم برضو سقر انه هو اخر مباراة للفندوسك المتصد فيها وباري ميونيخ عمل 25 فرصة محققة لما طلعوا من سيمي فاينال وبساعتها منشيستر سيتي راحل فاينال فهي مباراة مش هتكون سألة مباراة مدربين ومباراة لعبين والتفاصيل الصغيرة عاوز انا شوف باريس سان جيرمان لما يلعب كومباكت ولعب على الترانزيشن والتحاولات قدام باري ميونيخ هيحصل ايه فالمباراة تبقى قوية جدا 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 ولكن تاني اقولك الطرف الاقوى والطرف الابرز اللي مفروض يكسب طبعا هو باريس سان جيرمان ولكن الألمان ما تستهونش بهم ابدا العقلية الألمانية والطريقة الاحترافية وكل الكلام ده كله سواء منتخب ألمانيا او باري ميونيخ انا عايز قبل ما اروح للربا الليك بس ياخد منكم كده ايه انا بحب التاريخ التاريخ يسجل فالتاريخ يسجل احلسة في فبراير فاللعب اللي جدي اللعب التوقعات التوقعات من حيث اللي ايه اللي هو الخيال احنا متفاقين كلنا وسادة المشاهدين ان الحالة في فبراير غير حد الوقت اكيد فالله واعلم يعني بس نلعب يعني ليفربول ويالي مادريد ريال مادريد ليفربول ليبزيك ومانشستر سيتي عافيك يا ليبزيك عامر رون كويس عايب في الدولي الالماني وانكمكو طبعا وعندهم فرنر وعندهم فرنر فهم فرق جمدة جدا بس طبعا منشستر سيتي اكمل منشستر سيتي اكيد اه ربيع اصل حتى لو توقعت حاجة تانية بس تاخد جائزة مليون جنيه انا علي جدا مليون جنيه حقك كلوب بروش و بنفيكا بنفيكا طبعا على فكرة بنفيكا مش اقل من سيمي فاينل ان ما كانش هيوصل الفاني بس مش كثير فرق جماعة فرق حواية جدا انا تابعت يعني من وقع مجموعات اليفانتوس عاجبني رافا لأ وجونزالوس راموس طبعا بديل يعني دارون نونس فرق بتلعب بدينامكية كبيرة جدا رافا سيلفا الفينيشنج بتاعه هو بيخش كمهاجم تاني جنب راموس لا لا فرق فرق ممتازة وجرمالدو جرمالدو مش عايزين ننسى واحد من أفضل الباكات الشمال اللي موجودة في أوروبا دلوقتي كلوب بروج بن فيكا ولوين كلوب بروج بدأ السنة دي كويس كسب أول ثلاث مباراة بعكد على آخرين خصوص لأخر مباراة إيسي ميلا وطاة نعم إيسي ميلا طبعا طبعا دي ليه كونتي أنا كنت بتكلم كتير يعني واشا محبش كونتي لا والله بغض النظر عن كده بس كونتي وصل للمرحلة اللي هو ما بعدها مفيش خلاص يعني فبدأت المستوى في تنازل كبير جدا ويعني حتى كمان في الدوري في آخر أربع مباريات خاصة ثلاث مباريات إيسي ميلا فرق فايقة عندهم دكة بودلاء كويسة فأنا شايف إن إيسي ميلا كمان بالعقلية بتاعته بالمبادرة يقدر يعدي من توتنا ومخصوصة كمان معروف إن كونتي مش مدرب خلوط مغلوب خالص الميلا أعرف ولو إني شايف إن عودة كونتي لإيطاليا مرة تانية هو اللي ممكن يصعب الماتشا كريم بس هيا 50-50 بس الأرب الميلا نظرا اللي بيحسداتي مع ميلا وإن توتنا من بعد الفاينال بتاع تشامبيوز ديج مع محمد صلاح ليفر بول اللي هيكت من ثلاث سنين ما رحوش أي أدوار إقصائية ودي دايما مشكلة توتنا معموما يابيلعب في الدوري الإنجليزي عيدا يابيلعب في الدوري أبطال أوروبا عيدل فأعتقد الأرب يبقى الميلا عظيم جدا طيب إنتراكت فرانكفورت نابولي نابولي مش محتاجة خلاص نابولي مقتسح يعني بالنسبة لي نابولي من أفضل فرق أوروبا بس أنا مع مانشستر سيتي يعني كتف بكتف يعني مفيش خسنوش غرمات شعب تعليق فرقون مطش اللي فرقون موارع المكسستر الدنيا زي مانشستر سيتي ونابولي والله يبصت أنا مشاجع لليوفنتوس أتمنى أن نابولي يدهب عشان الإنتر ما ياخدش الدولي يعني نابولي يستحق دورتموند وتشيلسي دورتموند دورتموند ياه تشيلسي وحش قوي ماشي إنتر و بورتو مش بالعاطفة لا والله مش بالعاطفة خالص بس حاس أن بورتو ممكن يبادر يبادر إنتر عاملين سيزن كويس قوي ومعدي كرامي إنتر اللي شفته في مطش ليفر بول يقولك أن الإنتر مش هيفرط فرصة دي خصوصاً القرعة أول مرة يا كريم تبقى نسبياً كويسة للفرق الإيطاني بسوء العصب أخذ منك اللي جابة الأول بريستان جيرمان أو بايرن 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 طبعاً طبعاً يعني بمنتصر ده ثلاث مطشات كده عكس يعني ده أكتر إكستريم زي أنا شايفها أكتر فرقة مش مدال كرح قاها قوي في الكرة ومعندهاش لعيب ويركريدس وبتهين نفسها قوي على فكرة بايرن جيرمان مع قوة الهجوميات ضربة بس أنا حس نص ملعبهم عندهم نواقص كتير جداً في نص الملعب يعني فيراتي بيقدم مستقر قويس بس على فكرة يعني فيراتي هيغيب عن المباراة الأولى عشان تراكم الإنذارات لكن ريناتو سانشز مع فابيان رويز مش حس أن هم مدينة توازن المطلوب في نص الملعب بايرن ميونيخ فرقة ديناميكية جداً وزيغل نسي نقطة على بايرن ميونيخ هوبا بيتكلم طبعاً في نص الملعب بتاع PSG مش بقوة طبعاً نص الملعب بايرن ميونيخ وهتبقى مشكلة كبيرة جداً في التحولات ولكن يا كريم أنا دايماً بقول تلاتة اللي قدام ممكن طول الماتش يلعب كومباكت وهي كرة واحدة بس هيروح بيها ميسي هيروح بيها نيمار دايماً يا كريم بيعملوا حاجة غريبة أنت لو خلقتلهم ثلاثة على ثلاثة كرة أول هي دي القصة كلها في أن أنت ما تسبش الفرصة للPSG فأنا بقولك دايماً في لحظات إبداعية بتطلع من لعبة PSG هي دي بس اللي ممكن تكون المشكلة ولا تتخلص على أي فريق عايز أقول لكم ملحوظة حلو يعني مش ملحوظة يعني ده حاجة العالم كله يتحدث عنها يعني بس يمكننا ربع فرق ألمان موجودين في دور الستاشر دي عودة لقوة الألمانية والدول الألماني السندي كمان دوري مولع الناس مش بفرق علي ليبزيك وإنترخت فرانكفورت وبروسيا سوا بايرن سايبهم يلعبوا آه زي كل سنة بتلاقي لغاية الأسبوع الخمسة وستداشر كده الفرق ما بين الأول والسابعة تلت نقطة يونيوم برلين مبارح أولي مبارح أولي مبارح مبارح هرتة برلين لا يونيوم برلين غلبين خمسة من ليفركوزين أيو أيو أتكلم باريوم يونيخ وهرتة برلين ومعانا هو ترتيب الدولة مني على الكلام اللي احنا كنا بنقوله فرق نقطة من كل فرق نقطة 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 حاجة حاجة أنا عشان الوقت يطير مني قرأة مرحق دولي ستاشر دول ربي طبعا المواجهة الأبرزة طبعا مواجهة الجريحين يعني بس منشيسة يونايتد للأسف هو مش عارف يعمل رن من أول الموسم بشكل كبير لسه برضو تنهج ما حطش إيده على التركيبة المثالية بالنسبة لفرقته أنا من وجهة نظري كنت بتكلم حتى مع محمود قبل الهواء يعني كنت شايف إن الميكس بتاعه كازيمير وبرونو فرناندس وإريكسن مسبب عدم توازن كبير جدا في الحتة الدفاعية وفي نص الملعب وفي الالتحامات وفي الاسترجاع الكورة والكورة التانية وكلام ده كله رغم إنه هو مدي إبداع هجومي بوجود إريكسن فأنا شايف إن تنهج لسه ما حطش إيده على التركيبة وموضوع رونالدو في يناير ممكن يعني من يكسب بارسلون مع إن بارسلون لا مش أفضل حيلة على فكرة كريستان رونالدو هيلعب في الكامل أو أنا مش هيبقى موجود لا مش هيبقى موجود كريستان رونالدو هيعمل كاس عالم تاريخي أنا متأكد من اليوم في المية هو العيب بيعش التحديات هيخلص كاس العالم يا كريم ويروح في أي حتة تانية لأنه هو اللي حصل معاه في منشستر منتين حاجة آه هو عاوز يلعب في دورة أبطال أوروبا ممكن يروح يلعب معه من الماتشين دول مع أتاقات شلشلسي ممكن يكمل ولكن هو يلعب كاس عالم خرافي منشستر يونيتد عنده مشكلة لما حد بيسيب له الاستحواز بارسلون أكيد مش هيسيب الاستحواز منشستر يونيتد ولكن منشستر يونيتد شفنا مثلا الماتش بتاع بمبارح بتاع أستون فيلا مجرد أنت ما تسيب الاستحواز منشستر النوية تدعوا حد يلعب عليك كومباكت منشستر ما عرفش بييخرجش فيه أي حلول ولكن الآرب بارسلونة للأسف مين بارسلونة للأسف بس ادعوه لمنشستر خليتها منشستر اوه خليها منشستر راح تعاطف بس معايا محمود شرفت ونوارتك مشكرا شكرا جزيلا هوبا شكرا شكرا جزيلا